أهلا بكم مرة أخرى عزام شاهدين والجزء الأخير من حلقتنا مع نجمينة الكبيرة الكابتن أيمان عبدالعزيز مدرب منتخبنا الوطني في حوار خاص ومهم جدا طبعا بعد خروج منتخبنا من كأس الأم الأفريقية ورحيل فيتوريا وجهازه الفني طيب اتفاجئت في إقالة لفيتوريا كنت فاكر إن الموضوع ممكن يعدي أه طبعا خصوصا طبعا ما كنتش متوقع لا خصوصا خلي بالك أنت داخل على أهم مطشين في تصفات كاس العالم بوركينة فاس وغني لو كسبتهم هتوسط كاس العالم بنسبة 90 في البيت أنا معك مطش بوركينة بالأهم يعني كسبت شكرا يعني بنسبة فانت عندك دلوقتي شهرين أربع شهور تقريبا يعني تكون في أربع شهور والمنتخب هيتجمع فيهم مرة المرة التانية هتقطق على طول تصفات كاس العالم صح عندنا بطولة أعتقد في شهر ثلاثة في دبي هتلعبها وبعد كده التجمع اللي بيني يبقى إيه تصفيات فانت عندك أهم مطشين في البطولة فالراجل يعني إحنا لعبنا وأنا معايا تقريبا الحاجات على التليفون الإحصائيات إحنا لعبنا أعتقد حوالي 18 ماتش 18 ماتش صح كسبت 12 كسبت 12 5 وغلبت ماتش واحد لأه بتاع تونس ماتش تونس بس صح كده فانت إذن الراجل إحصائياته مش وحشة يعني إحصائيات الراجل لعب 18 ماتش 12 مكسب وخمسة عادل واحد خسارة جبنا 46 جول ودخل فينا عشرين جول فالراجل يعني طب ما هو أول رد فعلي لفيتوريا بعد إقلط هو مصدوم طبعا كلمته في إيه لا هو مصدوم وما كلمش في حاجة هو بيكلم إن هو مستغرب إن الزاي بلد كبيرة جدا بحجم مصر يبقى القرارات فيها كده سريعة ومنفعلة ومحدش بيفكر وإن الناس ماشى وراء رأي الشارع يعني اللي هو السوشيال ميديا والناس خلاص حشين إحنا خرجنا من دور 16 فالناس زعلانا يقول لي محقق طبعا يزعلوا إنما رد الفعل السريع ده بيبقى قحش خصوصا زي ما نقولتلك إن أنت داخل على مراحل صعبة في تصفات كاس العالم فأنت لقدر الله لو حصل إن أنت خسرت من بوركينة فاس وغينيا هتضطر تقعد تستنى تاني عشان تعاني عشان تقعد تصح الأوضاع صح فأنت ما كانش فيه ما يستاد يا خالص أي وما يدعو أن أنت تشيل الجهاز مين الأنسب لمنتخبنا في الفترة اللي جاية بقى خلاص بوجهة نظر أيمن عبدالعزيز المدرب المشجع المصري اللاعب نا وطبعا بصنا يعني في الأولي ممكن أنا اتأخرت في أن أنا طبعا أبارك لكابنة أحمد يوسف شخصية جميلة طبعا وكان لعيب كرة كبير ومدرب كبير ربنا يكرمه يوفقه في المهمة الصعبة اللي جاية بإذن الله أنا بالنسبة لك أيمن لو يعني فعلا هم بيتوصلوا الاتفاق مع هيرفي رينارد مدرب كبير يعني مدرب كبير أه طبعا سيدا صعب أخلي بالك أنا شايف أنسب واحد يعني يعني أنت لو أقلت الراجل عشان تجيب هيرفي رينارد أنا ممكن أتقبلها يعني إنما عشان تجيب حد تاني الموضوع يبقى صعب صعب جدا يعني يعني الوحيد اللي أنت تتقبله هيرفي رينارد هيرفي رينارد طبعا مهيب والله العظيم لما تدخل جوه الكورة وتدخل زي ما بقوله جوه المطبخ وتبقى ماسك فرقة أو بتبقى ماسك منتخب المنتخبات الكبيرة يعني فكرة اللعيب الدولي واللعيب المحلي دي موجودة فعلا الحقيقة خلي باله فيه ناس فعلا بتستحمل المطشاط وتستحمل الأجواء وفيه ناس مهما أنت شفتها كويسة في الدوري فما يغركش أنه هو كويس قوي هنا لما يتنقل للليفل العالي هتلاقي الموضوع صعب فنصيحة ما تجربش ما تجربش إلا لو عندك وقت طيب كم لعيب محلي شفته في منتخب مصر لا يصلح للمنتخب لا يعني عدد مش أسماء لا يعني ما فيش كل اللي معنا كانوا كويسين لا والله كلهم كانوا كويسين نركز تاني والسؤال أقولك تاني كم عدد ولا واحد ولا واحد والله كلهم كانوا يستحقوا يقوموا موجودين وكلهم أفضل ناس موجودة في الكورة دلوقتي في مصر حتى الاختراط اللي اخترناها كلها فيها عدل وكلها مش جينة على حد إنما مراكز بيبقى عندك صعوبة فيها فلازم زي ما قلتلك بتضحي بحد يبقى موجود حتى لو الناس شافاه إنه كويس قوي أنا عندي في شكل لعبي وفي طريقة لعبي عندي مثلا أولويات فأنا عندي اللي أنا اخترتهم دول أفضل من الناس اللي أنا اللي أنا اللي أنا عمانا ترشح فيهم يعني تمام نجي للسؤال اللي أنا ختمت به الفقرة التانية وقلتلك ما هو كان الدور اللي بيقوم به كابتن حازم إمام مع منتخبنا الوطني وما هي ردود أفعال وفي كل ما حدث من الأسئلة اللي احنا تناقشناها معنا يعني حازم يعني متأثر جدا طبعا بالحصل معا مزعلان بدليل إنه هو فيه يوم أنا تقريبا ما شفتهش طول اليوم يعني قبل ما نسافر فقبلته في في الطيارة فقلت له يعني شفتكش النهار ده خالص يعني فقال لي يا أمن يعني أنا الحقيقة متدائي جدا بس مش مصدق اللي حصل لنا يعني يعني إحنا كلنا أنا خلي بلاك إنا كأيمن واحد من ناس أنا كنت رايح البطولة ما عنديش أي شك أبدا إن إحنا هنكسب باللي أنا شفته في السنة ونص من اللعبة وهيدخل في ده طبعا الجهاز الفني ومعنا طبعا المشرف على الكرة كابتن حازم إمام ففكرة إن انت تبقى طمعان في حاجة قوي وتبقى متوسم في حاجة قوي فتصدم فتصدم فدايه دايئة كده فهو مدايئة جدا طبعا وتصدم زيه زيه المصريين حازم هو اللي جاب أيمان عبا عزيز لا هو ما جابش أيمان عبا عزيز عشان أنا زي من الناس بتقول إحنا أصحاب يعني بص أنا اشتغلت في الدخلية اشتغلت في المقصة اشتغلت في الزمالك ثلاث مرات أو أربع مرات واشتغلت في زد فأنا الناس اللي بتوع تتكلم قبل ما تتكلموا شوفوا الأول الناس اللي بتتكلموا عليهم وقارنوا بين السبيهات اللي كانت موجودة مسك قبل كده واللي مسك دلوقتي وفي الآخر كلنا كلنا إحنا جايين نتعلم من ناس وأنا بالنسبة لي أنا سيسفايد جدا في الموضوع ده أنا راضي جدا راضي أن أنا راجل جاي أتعلم واكتسب خبرات من البوزيشن اللي أنا فيه عشان بعد كده لما أبقى رجل أول وتحط في مواقف صعبة أعرف أديرها ما يقولوش أن أنا ما عنديش خبرات فالراجل اتعرض عليه سفات تمام بما فيهم كابت محمد يوسف خلي بالك والراجل كان رده أن أنا الجايز بتاعي اللي موجود ده فيه ناس جاي بيشتغلوا معامل 12 سنة يعني محمد يوسف اتعرض على الفتوري قبل كده أه طبعا ورفض ما رفضش عشان عيبا في كابت محمد رفض عشان السن وهو ما كانش عايز حد اشتغل مدير فني هو بقولك الجهاز بتاعي حم أربعة مع ناس واحد شغال من تقريبا حوالي 15 سنة واحد شغال 12 سنة واثنين شغالين من 8 سنين فالجهاز بتاعه ده فأنا مش عايز حد كبير أو يبقى اشتغل مدير فني فيبقى دوره قليل فيزعلي الداي هو خلي بالك الراجل ما رفضش عشان هو الراجل يعني دول الجهاز ده تقريبا أكتر ناس محترمين اشتغلت معهم ناس واضحين جدا صرحة جدا ما بيخبوش عليك حاجة خالص بيشاركوك في كل حاجة ما عندهمش ضغينة إنه قلت إيه لها استنا لو قلت الأيمن الحاجات دي ممكن يخل ما عندهمش كرة خالص ناس محترمين جدا فهو لما قال لأ على الكادت محمد يوسف قال احتراما للكادت محمد احتراما إنه هو مش عايز يجيب واحد ما يبقاش لي يعني دور كبير قوي زي ما هو متخيل فعايز يجيب حد صغير بيستشيره وبيتكلم معاه ويبقى مساعد جيب في التمرين ده الموضوع أقرب لعيب كان قريب جدا من الانضمام لقايمة منطقة بمصر ومنضمش مين هو يعني لو كان يعني ده اللي كان هيجاب كده زي ياسر إبراهيم يعني أسامة جلال اتصاب جبنا ياسر جبته ياسر مين اللي كانوا وقفين على الخط حسين وطارق لو كان موجود وطارق كان معاين بقى في الاختراض رمضان ما كانش في رمضان كان موجود بس آخر فترة عشان إصاباته يعني حسين الشحاك كان أول واحد وقف هو طارق حامل رغم اعتزال طارق حامل لأ ما هو طارق قبل ما يعتزل بعد ما اعتزل خلاص طرزنا عنه فعشان كده لما حصل جبنا مهند طيب احنا بنلعب بطريقة هجومية ليه خدنا مدافعين كتير قوي كنا ممكن نستفيد بحسين الشحاك بوجوده مثلا على حساب حد من الدفاع يعني انت واخد خمسة في الدفاع ملعبش غير اتنين عشان أكتر ملاكس بيوا فيها إصابات الأماكن دي الدفاع اه طبع الدفاع طبع فلأ وتعوضها بيبقى صعب إنما قدام ممكن تحل بأي حاجة طب هل فعلا طيب هل حزم إمامة ظلم كان ليه دور كان ليه قرار كان ليه رأي كان مؤثر كابت حزم إمام هو كابت حزم إمامة ظلم عشان هو زي ما قلتلك في الأول هو زي ملكاوي برضو آه طبع يعني انت عشان زي ملكاوي أه هو سمن بيه عشان زي ملكاوي بس الله ده هو مسؤول وبيأخذ القرار نفس الحم لا ما بياخدش قرار لوحده ده هو رقم واحد في مكانه لا ما بياخدش قرار لوحده في مجلس إدارة محترم في التحاد الكورة بيعودوا وبيتعرض عليهم السفات وبيتعرض عليهم وبيتعرض عليهم الناس بتعمل زي ما عملوا فوت علينا وعملوا تصويت صح فده نفس اللي بيحصل فالناس بتشوف السيرة الذاتية بتاعت الراجل شوف السيرة الذاتية بتاعت المدربين اللي موجودين وبياخدوا قرار إنما الإشراف على المنتخب من يبقى وصلة الهم زي ما بيقوله بين التحاد الكورة وبين الراجل بين اللعيبة وبين الراجل وبين اللعيبة وبين التحاد الكورة هو كان حزم المهم زي مباركات موضوع طب هو كان حزم موفر كل الأجواء دي وكان بيحل كل المشاكل كل حاجة كل حاجة حتى الناس برضو ما الخطأ جيبني دي كرة وعدم توفيق وفيها توفيق وعدم توفيق يعني إحنا لو في الطبيعة بتاعنا أنا بقولت لك أنا كأيمن بقولك أنا كنت رايح ما عنديش أي شك إن إحنا نكسب أم أفريقيا وكل اللي راحين كده خلي بالك إنما لما يصادف اللعيبة سوق توفيق وبعدين يغيب بعدها عندك 4-5 لعيبة أهم 4-5 لعيبة يعني الناس تعرف مثلا سوق توفيقي دي احنا طلعنا درس 16 تعادلات وصعدنا درس 16 بتارت تعادلات ده قمة التوفيق أما حضرتك كود ديفور هتلعب قبل نهاية دلوقتي وهتكسب البطولة وهي كتخرج أساسا ودخلت عشانجون صح؟ فالكرة فيها توفيق وعدم توفيق إنما هل الناس تعرف إن التريزيجي قبل الماتش مثلا بيومين عنده مشكلة كبيرة جدا وتعبانه درجة حراطه عشان يلحق الماتش قبلها بيومين يوم الماتش المفروض إن لو بقى مش هنلعب تريزيجي مرموش يلعب صح؟ أو لو هنفكر إن لو صلاح مش موجود فهنحط تريزيجيي ناحية اليمين حط مرموش محتش مال إنت بتلعب بقى درس 16 فلازم تلعب بكل قوتك تضربها يعني فهي تعرف إن مرموش يوم الماتش الصبح ساعة 5 ونص دكتور محمد أبو ليلة قاعد عنده عشان الحقه مرموش بيموت بيموت؟ وعنده يعني حاجات تانية كتير تمام؟ فده لعيب مهم جدا ده ماتش الكونغة؟ ماتش الكونغة فإنت عايز حتى تريح تريزيجيه فتلعب مرموش اللي هو السليم فمرموش عينه تمام؟ وبعدين إمام عمل كده بعد أول ماتش فجأة ديب ببيت نابنين بيعمل بكور ده أعلى دماغه فقاعد النط لمدة دقيقة بيموت عندك واحد أحسن اللي يبكوره في العالم محمد صلاح بايد عنك محمد الشناوي فعندك خمس لعيبة فجأة مش موجودين معاك مهم مين؟ وجد نظر مهم مين جدا فأنت هتلاقب مين؟ لو ما عندكش تريزيجيه ومرموش هتلاقب مين؟ أصطفى فاتح تمام هتلاقب مين ناحية تانية كهرب وهتقعد من بره مين الدقيقة؟ يعني ملاعب الأولى بقاعد بب هتنزل مين؟ يعني مين عندك الاختيارات اللي عندك؟ مين اللي يقدر ينزل غيرك من بورا؟ معشان كده أقولك أنت مخدتش حسين الشحات ليه؟ كان نفعك في الوقت ده؟ متاخد حسين وقعده تالت آه وانت جربت إن هو تقمص لما آه لأ أقوله كده لا لا ما هي كده والله خالص ما أنت عندك تجربة عملية نظرية؟ آه ماشي تجربة عملية نظرية دي حاجة والواقع اللي احنا بنشو حاجة تانية خالص آه فأنت لما هتقعد ده أنتو حكاياتكو حكاياتكو هتلعب دول آه هتلعب مرموشة عيني بتكلمه في الماتش هو صعبان عليك وانت بتكلمه بترزجي نفس الموضوع طب انت قلت كل ما هو زمالكيوي بيتهاجي آه طب طب بالنسبة ده بالنسبة للمدربين يعني والناس آه المدربين طبعا طب هل بالنسبة للعيبة في غيرة جوه في الآله الزمانية؟ لا 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 العيبة على قدوم شمعنا عشان هم بيلعبوا آه موجودين هم مش هم مفيش بوزيشان موجودين فيه هم في الآخر الناس بتقدي وبتلعب لكن مش محطوطين في ضغط ان هو يعني آه لو انت مش من هنا يبقى انت وحش تمام هو لازم كله من هنا طب ما هواء الجمعة مسك صح؟ مدير مدير الكورة صح؟ آآ آآ في الفتر كان هواء الجمعة آآ وشاوي والحضري والكابتن آآ دي أسايد صح؟ دي أسايد آآ انا عمرو شفت حد طلع تكلم يعني ومش شفت حد طلع حاجم كان لقى كل الناس كان بتمنى التوفيق وكل يو كان بنسانيدهم وانا اول واحد مفيش حاجة يسمعيش معنا في الكورة هو انا عايز قولك الحاجة وانت ممكن تعطي واحد صاحبك عشان كنت طلبت منه حاجة ومعملهاكش؟ لا طبعا تقصره يعني؟ لا طبعا بعد ما يبقى فيه منك عشرة ممكن ما يكونش في استطاعته بعد ما يبقى فيه يا عم حتى لوه في استطاعته ومعناس تانية ومعملهاش حتقطه لو منه عشرة عمرك يعني؟ لا وانه هو صاحبك وفيه منك عشرة وملحه ولايكتوا على بعض وكنتوا بتنوع بعض في قد واحدة؟ لا فالفكرة اللي كانت دايرة في البرامج الفترة اللي فات دي سايد انا بحب سايد معاود جدا اللي بقى لك قعد معايا حوالي ستة شهور في طرابزون كناش بنسيب بعضنا والحد دلوقتي علاقتنا كويس انما فكرة انه هو انا ما بكلمش على سايد في الكورة ولا انا بكلم عليه ان انت يعني مش عارف حد يقول له كارت احمر في قلوة بركات وحزم ليه يا عم انت هو كل ده؟ وشوقي نفسه ما هو دي من كارت احمر في حياتك هدي حزم فالعشم انت مش عشان انا ما جبتكش في بوزيشن او انت كنت متوسم حاجة تمام فما حصلش نصيف في دوت فانا اخسارك طيب الكورة خلي بقىك مش دايمة اللي بيفضل علاقات الانسانية طبعا طبعا في حاجة عايز تقولها لا شايف ان احنا اتكلمنا في كل حاجة اه لا بجد مش حاجة عايز توضحها لا توضيح الوحيد يعني اتفهمت غلط وعايز توضحها امام طلب ان هو يلعب ويكتب تعاود على نفسه اه اه طلب وانتو مرضتوش خوفا عليه طيب مدرب مش مع فكرة المدرب الوطني في المرحلة القادمة كايمن لا يعني انت لو ما توفر لكش مدرب بسي في كويز او مدرب الاعاد طبعا وطن مين لا معنديش حد بدمير معنديكش حد بدمير طيب